صباح و اهلا وسهلا على الكنال. اليوم اخر نهار عندي انهون بماوي. خلص المؤتمر سناب دراكن تك سامت من كوالكوم من شي كم يوم. وعلى اخر نهار منه لها المؤتمر قدرت اعمل بنش ماركينج على الحاسوب الجديد من شركة كوالكوم. معناته صرفين نشوف شو قطرتوا له الحاسوب وصرفين نتحدث معكم ونقول لكم شو قوته هيدا شو معقول هيدا نستنزل منه لما بنعمل على السنجل كور على الملتي كور كيف الالعاب حيشتغلوا عليه لها التليفون. نزلت قنشن امباكت بوب جي موبل وحتى الالعاب تانية اللي ما كنا بنعمل التست على الريترايسين. بس اهم الشي بتتحدث معكم شو هي امكانيات السناب تراكن 8 جن اثنان من كوالكوم. يلا انا طهري احنا مساهلا على كل الناس لهم اشتراك. خلينا نبلش الفيديو. خلينا نبلش نقول مزبوط شو هو النظام اللي يعطونا شو اللي يعطونا نقدر نستعمله كتليفون. التليفون يعطونا هيدا بيسموه رفرنس تفايس. معني هيدا هيدا تليفون ما ينزل على السوق. هيدا بيدفعوا عليه تقريبا شيء 4-5000 دولار لا يعملو حتى نقدر نعمل على البنش ماركتنا هنا بماوي. وبعدين نقدر نعطيكم القرام منه. والشغل الثاني اللي يجب نعرفه انه هيدا السيستيم ما عنده لا الوان يواي لا فيفو تتش. موش فيفو تتش. تبع فيفو ولا حتى كالور او اس ولا اكسجن او اس. هيدا معمول سيستيم كتير بيسيك على اندرويد. لا لانه هيدا زبطوا انه كل البنش ماركتنا تمشتغل على الحاسوب الاوي. الـ X3 هو هيكون اقوى الحاسوب موجود هون وهيدا الحاسوب اللي عملوا عليهم البنش ماركتنا. يعني هيدا بيكون احسن امكانيات باحسن باحسن الموقع انه يقدر نشوف الارقام طيعته من شركتهم على التليفون هيدا المزبوط. هلا المهم نحكي فيه اول شي انه شو عملنا بها التليفون. انا كانوا نازلين هنا كم تطبيق طبعهم طبع الـ Benchmarking. عملت الـ Geekbench انا وعملت كمان نازلت كم تطبيق طبعي لالعاب الـ Genshin Impact ونزلت PUBG Mobile. لانه بالنسبة لان انا Genshin كانت تطبيق دايما بيحمي اي تليفون بنزل فيه. خاصة انت مندور الـ 60 فريمس بفتاكن. لما مندور كل الالوان وشغلات الـ High quality تيعتها دايما الحرارة بتطلع عليها هذا التليفون. بس بعد استعمال التليفون لمدة ساعة ونصف. لما أريد أن نزح عليكم ساعة ونصف أن نعمل عينهم بنشمارك. البنشمارك منهم حقيقية. ما حدا بيقعد بالبات بيقول خليني اعمل بنشمارك لساعة ونصف. بعد ساعة ونصف تستعمال الحرارة التليفون بتطلع أوطمت مكانة السم الماضي واللي قبل مع 888 و 8 Gen 1. هالنزام اللي عم بيستعملوه مع TSMC. هذه الثاني مرة عم بيستعملوه. خاصة لأنه هذه أول نزلوه بالـ 8 Plus Gen 1. هذا ينزلو نزلة الحرارة للإستعمال التليفون. وهذه مرة لما عم بيخبرونا أنه نزلوا 45% من استعمال القوة البطارية لما عم بيستعملوا جي بيو. عم بيقارنوا حالهم بالـ 8 Gen 1. ما عم بيقارنوا حالهم بالـ 8 Plus Gen 1. لأنه السيستام عم نحك نحن بأول الثانية مظبوط. أول شي نزلوا 8 Gen 1 888 و بعدها ننطلوا لـ 8 Gen 2. بالنسبة له نيكة، الكمية لإستعمال القوة لديها مظبوط نزلت. حسوب قوته تظلها تنزل وتطلع أكثر مثل ما أريد أن أراجيكم الآن بالأوامل التي سنتحدث عنها بعد قليل. لكن بعد استعمالها الساعة ومصد حرارته لم تطلعت لهذا الشيء. و لم يكن هناك أي أشكال بالتليفون. ماشي منيح. وكل التطبيقات التي عملنا عليها وكل النظامات التي عملناها ماشيت منيح. المحل الوحيد الذي تطلعت حرارة عليها التليفون لما صراحة باني وبيكون لما كنت عم نزل للتطبيق تبع الـ Genshin Impact والـ Library لما بتتعاملوه وتنزلوه للتطبيق. أول ما بينزل للتطبيق بينزل بسرعة بعدين لما بتدوروه وبينزل جيج ونص من معلومات. أخذت حمل المؤلمات تبعه للتليفون وورا ما بينزل كل هذه المعلومات. لكن بعدين كل شي ماشي مظبوط. وعملنا كمان عدة شغالات. اللعبة لعبة مظبوط. لا يوجد أي أشكال. الألوان ظلت حلوة. أخبرتكم الفيديو هنا مظبوط. هذا اللي عجبني فيه له التليفون. إنه هذه الإمكانيات. هذه المفروض تكون أحسن الإمكانيات. وهذا يعودونها بشغلات كثير حلوة. هذا أنا مبسوط منها كثير. لكن قلنا نتحدث هلع كمان عن الأرقام. لأنه بديكم تعرفوا كمان شو هن المقارنات. مقارنات بيناتهم. سأتحدث شيء مع الـ Geekbench. بالنسبة لأنني أنا Geekbench كبنشمارك. ليس لأنه أحسن البنشمارك. لكن هذا يكون أسرع البنشمارك فينا أن نتظر فيه. ونقدر نعرف مظبوط بأي محل. ونقدر نعمل عدة مرات أنتين ما بدنا. ونشوف التغيير بالأرقام بتعيده. لذلك قرأت ثلاث تليفونات. X70 Pro Plus عنده 888. عنده Z Fold 4 عنده 8 Plus Gen 1. وعنده كمان مثل ما قلت لكم. الـ Reference device طبعا لك Qualcomm. الـ Reference device طبعا لك Qualcomm. 1156. ولكن السبب هناك لأنه سامسوند تظهر بالتليفوناتها. حتى لا نستعمل التليفون بكل أوتو ماني حما. لذلك أنا لا أخذ القرام كثيرا ومضبوطة. ولكن علينا أن نرى أنه قريب منه. الـ 888 X70 Pro Plus طلعنا 1126. وهذا كان النظام المضبوط. ولكن أعطيكم مقرنة واحدة. لذلك نعرف ماذا يحدث بالسيستام الثاني. الـ MediaTek. الـ Dimensity 9000 Plus. هذا الذي نزلته السنة الماضية. مثل ما الـ 8 Plus Gen 1. أعطينا 1371. يعني بياناته من هذا. والأساسي من الـ Mini Gen 2. تقريبا فرق 120 رقم. يعني هناك تجديد ومضبوط مضبوط. على الملتيكور عملت نفس الشيء. 5099 على الـ Snapdragon 8 Gen 2. 3443 على الـ Fold. وعنا 3256. وكنا موجودين على الـ X70 Pro Plus. لكن الـ Dimensity 9000 Plus. من الـ ROG Phone 6D. اللي عملته الجمع الماضية. نزلت لكم فيديو صغير عليه للـ Short. 8648 يعني شيء خرافة. ولكن بدنا نذكر أن الـ ROG بيعمله من النوع العادة. ما هذا التليفون العادي اللي نشوفه بالسوق. الآن دعنا نتحدث بشغالية الثانية. Antutu إذا تحبوا تعرفوا مضبوط. أعطينا تقريبا 3.5 مليون. يعني أنتم منيح. الأرقام تظل عم تتجدد. إذا عم تفكروا كمان تعملوا على الـ All Bench. هذا أعطينا تقريبا بين 20 إلى 21 ألف. ومثل ما خبرتكم بالـ Geekbench ST اللي حكيناه من فترة. الآن دعنا نتحدث عن Geekbench MT. مفروض الأرقام تأتينا تقريبا بين الـ 5050 والـ 5200. يعني فيه تجديد شوية. تقريبا 82. وخاصة طالما ننزع على Wild Life Extreme Ultimate اللي أقوى منه كمان 23. يأتينا منه هناك. مثل ما أقول لكم شغلة مضبوطة. Benchmarks كنظام يعطينا فقط نظرة على ما هي الإمكانية التي نقدر نفعلها إذا بدنا نفعل الـ Rendering. بدنا نلعب عام مثل Genshin Impact. بدنا توقفنا على آخر. وحتى بدنا نعمل شغلات كثيرة. تضع كثير قوة على التليفون. لكن استعمال التليفون. نفتح وننطلع ونعمل تطبيقات. نرد على الإيميليات. نرى على السوشال ميديا. حتى ننسى الفيديو وكل هذه الشغلات. هؤلاء كلهم لا يعملوا أي أشكال. كلهم من 800 إلى 800 إلى 800 إلى 800 إلى 55. لا الله. كلهم سيمشون منيح. الشغلات المهمة التي يجب أن نعرفها هي إمكانيات Ray Tracing التي تأتي بالـ سنستعمل قوة الحاسوب. خاصة Snap Dragon Sound لما بدنا نزلت لها الشغلات. كلهم هؤلاء التي نزلت لكم في الفيديو بارح. ماذا نشجع فيها للـ 8 Gen 2؟ هؤلاء كلهم سيستعملوا هذه القوة الحاسوب والبنشمارك التي أتحدث فيها. يلا. خبروني. ما رأيكم فيه لهم الأرقام؟ هل أنتم متشجعين على الـ 8 Gen 2؟ هل هناك تليفون من شركة التي تحبوها؟ خاصة بالنسبة لأي أنا. أعتقد أن سامسون ستنزل بالـ Galaxy S23 23 Ultra. ستنزلنا 200 ميجا بيكسل الكاميرات الجديدة. ستنزل إلى 8 Gen 2. وكل الإمكانيات التي أتحدثها إن شاء الله ستأتي به هذا التليفون. لأنها عادة تعملها كشركة سامسون. خبروني. أروني. ما رأيكم؟ هل أنتم متشجعين على الحاسوب جديد؟ وما هو التليفون الشركي الذي متشجعين تشاهده؟ هل الحاسوب يأتي لكم؟ يلا. أنا طارق. شكرا جزيلا على كل الناس الذين عموا اشتراك. أراكم إن شاء الله في الفيديو الجديد.